أول شي بالنسبة معلاش يعني سيقبت هلأ عم نستفردك دكتور ديشار يعني أول شي أنه اليوم أفرزت الانتخابات النيابية بشكل كتير واضح أنه اليوم الأحزاب السياسية الموجودة بالبلد راح منا 13 نيب و13 نيب هولي صار بمصر ومسلا تكتل مستقل بتتفقوا معنا يمكن ببعض المواقف تتفقوا مع القوات اللبنانية وحلفائهم ببعض المواقف ولكن هايدي يعني هالأول اللي خدتوها ما بتمنع تمثيلنا واليوم اليوم على الصعيد المسيحي حبدنا نقول بشكل كتير صريح وواضح القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر هني اللي بشكله الشرعية المسيحية وبالتالي نحنا كان عنا كتير موقف واضح أنه اليوم أي رئيس بدي يكون ما في يكون يتخطى هايدي يعني الشرعية المسيحية أو بدي يكون مدعوم هل بدي يكون مدعوم بس عن إذن؟ سؤال بس لحظة يعني لما بيقول مبارح الوزير بسيل أنه آآ يعني أي مرشح آآ رئاسي ضرورة حصول حصوله على دعم كتلتين وازنتين ومسيحيتين تحديدا نعم يعني يعني أنتو والقوات يعني هذا اللي عم بيحكي أنا بيرجع بيرجع الدكتور جعجع اليوم بيقول أنه ما من أحد يريد رئيس تحدي بل كل ما منطلبه رئيس يمكنه البدء بعملية الإنقاذ المطلوبة هلأ شيء إيجابي عن الدكتور جعجع بس عن إذنك هل هل هيدا شيء هاك بالمواربة بلشتوا بلشتوا تتبادلوا الغزل لأ سي جورج بس إذا بتريد كان ما واقف الدكتور جعجع بالأول أنه بده رئيس تحدي ويوم متى أنا عندك هون قلت أنه اليوم ما لازم يكون ولو حدا مننا يعني عائلة بيقدر بيفكر برئيس تحدي هلأ السجد هيدا الموقف كتير منها نحن عم ندعي القوات اللبنانية أنه اليوم الحوار هو ضرورة وأثبت التجارب أنه الحوار والتفاهم وقتل كان كان لحير المسيحيين وبالتالي خير اللبنانيين اليوم نحن هل يمكن إعادة هذا التفاهم اليوم نحن نحن نتمنى التواصل ونقعد ونحكي ويمكن نوصل للتفاهم بس شغلي تاني بس بدي رد على بس بدي رد بشغلي صغيري بس على الرئيس بري لم يمضي على خط هو وما أعلن موافقته بس نحن اللي وصلنا اليوم هيدا أنه تخطينا هيداك الخط وقدرنا وصلنا وأخذ لبنان كامل حقه وبالتالي ما في مشكلة رئيس بري مشكور هل في تبادل الإيجابيات بينكن وبين التيار اذا اخذنا هذين التصريحين اللي قاله جبران بسيل انه كتلتين مسيحيتين وازنتين هيدا حقيقة هيدا حقائق هيدا وقائع هل يمكن أن نرى عودة للتنسيق دكتور جعجا كان عم بيوضح موضوع التحدي للأزمة مش تحدي لفريق معين ولكن نحن محددينه شو هي الأزمة ما بدنا نلعب على الكلام الأزمة وجود فرض حزب الله على أنه نكون نحن بمحور هل يمكن هيدا الأزمة هلا كل الأمور التانية ممكن نحكي ما بين بعضنا لش نحن بمجلس هل يمكن أن نرى من جديد توافق بيناتكن لقطع الطريق أمام مرشح معين لقطع الطريق أمام سليمان الفرنجية لأنه مصلحة مشتركة بيناتكم عدم وصول سليمان الفرنجية لا 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 أصلا أصلا منا مطروحة بهالطريقة والوزير فرنجية والاستيجي برام بسيلة اعتبروا حالون أنه هني بمحور واحد يعني أنت هيدي ما ما بيلعب فيها بس الوزير بسيلة لن يصوت للسليمان الفرنجية ما ما تعرف يا استيج جورج معروف أنه اليوم المرشح الحقيقي لحزب الله هو الوزير الفرنجية ولكن الحليف الحقيقي لحزب الله هو جبران بسيل لن يتخلى عن جبران بسيل وعن بجربي يوفي أنه بركي هالمرة بتكون لسلمين فرنجية هولك لحينجاح ما بعرف بس هيدا أول هيدا أول خط بالنسبة وهيدا أول احتمال وأفضل احتمال بفضله حزب الله